software اللي على مود يشتغل بعد شي سويلي يضمن لي شنون الديتا توصل صحيحة هذا منه قلنا لني الديتا لينك لير اللي هي تحوي على اللوجيكال لينك والماك سيستيم او الماك لير سب لير بعد عندي انو يوصف لي شنو الكابل اللي يربط لي الاجهزة اللي ضمن هاي الشبكة يعني شنو اذا تذكرون قلنا بالراوتر عدي انترفيس فاس اثرنات اف اي وكو اس واحد يختلف عن اللاخ ما ممكن اربط الفاس اثرنات بالسيريال الاس هو السيريال فما ممكن اربطه زين كابل مارت ايضا يختلف نهائيا عن الفاس اثرنات لذلك هاي اللايار هي تحدد لي نوع الكابل اللي ممكن حربطه بالانترفيس اللي هو يقابله انترفيس مشابه الى لازم بعد البيانات من التسري او يعني السير من البيانات هنقول انه هي flow او data flow flow هي مجموعة بيانات يعني منطلقة من مكان واحد ورايح المكان معين اللي flow هي مجموعة باكيتات اذا نقوم نحتي بعد بالباكيت والفرايم واسا ان شاء الله نجي بالليارات من نوصل انه نحدد ال data شن هي بعد ما ما نقدر نقول data وقبل لازم نحدد نوعها النقطة تلوخ انه البيتس اشلون ما البيانات اشلون امثلها على الواير هذي يعني ده نشوف انه مشغلات لو الكتركل لو شنو لو كهربائية لو ضوئية لو اوبتيكل لو الكتركل بعد عندي نقطة مهمة انه aspect of network related to physical cabling اللي هي هاي مختصر مع الكل هين connectivity error checking data transmission encryption and emerging technology اذا صار تطوير بزيادة الباندويف زيادة هاي على يا منطقة حيشتغلون عادة يشتغلون على ال physical data link layer اللي هي هاي واحدة من النقاط المهمة انه من نقسمها الطبقات الشبكة الى طبقات متعددة هاعرف وين اشتغل بالتالي هرركز على نقطة معينة نطورها يعني شون من عندنا الباندويف 10 ميجا bit per second بعد يعني الطورة صارت 100 ميجا bit per second والطورة اكثر بعد صارت giga bit per second من اقول giga bit per second يعني مو شرط واحد ممكن 10 ممكن 40 ممكن 1 giga bit per second هذا الباندويف وين التطوير صار على هال هال الباندويف بالمنطقة هذي اللي هي physical و data link layer عادة شوفوه هنا هسا هي هاي يعني الحد mac address يعني الحد اللي هي نعتبرها physical layer و mac sub layer هذي اللي تشتغل بيها ال standard العالمي ال 802.3 اللي هو ethernet و 802.3 ال wifi حقيقة هذا داعش موطري المفروض و 802.15 اعتقد البلوتوث نشوف انه التطويرات تتم خلال هاي المنطقة الجزء الاول من ال data link وال physical layer اكو سؤال اكو شي لان هاي البداية خلي نقول مهمة لا دكتور زين يلا هسا نجي على الليرات ما الشبكة اللي هي international organization for standardization لا مو مو هذه open system enter connection هذا ترى خطأ العنوان العنوان هو open system enter connection ال OC model يعني قلت لكم فرقوا بس هاني ما عبرت هذه المهم هذه انتبهوا عليها ان شاء الله اغيرها وارفع المحاضرة من جديد بعد التصليحات اللين اكو اعتقد اكثر من تصليح على كلين ال OC model اللي هو يتكون من سبع لايارات عادة نبدي باللايارات اشنون من تدخل البيانة ال data للحاسبة او الراوتر او اي اي ان كان اي جهاز بالشبكة هنشوف شنون تدخل تدخل باللايار نبدي من جو دائما من جو ونصعد الحاد لايار سبين لايار ما هي هاي تحفظوها طبعا physical لايار اللي الوراها data link لايار اللي قلنا هي تنقسم بالنص بين physical وال logical اللي ال الثالثة اللي هي network لايار هاي بدينا بعد كل يعني شنو اللوجيك software software يتحكم لي بيها من تدخل البيانات بعد software يشتغل زيان من نخلص ال network لايار هاي تجينا ال transport لايار وراها ال session لايار presentation لايار application لايار اللي هي application لايار عادة تكون اكثر تطور او قريبة من فهم الانسان هاي هنانا صعب علينا نتعامل وياها احنا تعاملنا ويا ال application لايار لان من نكتب احنا ابسط مثال انه هسا تكتبون على google search مثلا اي اي شي انت تتتعامل ويا من ويا ال application لايار من تدخل على google هو هذا تعاملك ويا ال application لايار واضح ايش وقت هذا ظهر ظهر او اول من عنده هو بال84 عالمي international standard يعني مؤترف بكل الدول اه شي سويلي اه يخليلي الشبكة ممكن افهمها بسهولة وهذا اقدر انه اقدر احدد العطل من اشوف اقول يا لايار دايصير عدي بيها خلل وان شاء الله اذا تواصلت وي ال network ما ادري اذا يطوكم ادروس بعد بالثالث بالرابع انه تحددون العطل بكل سهولة من خلال اللي يعني اللي فاهميها انه حيقول لك مثلا ال IP عندي بي خطأ فهوين تروح على يا لايار رأسا تروح على لايار 3 اللي هي network او يقول لك انا مدى اقدر افتهم هذا العنوان اللي اطيتني ايام من تكتب له مثلا google.com يقول لك مدى اقدر افتهم النون هذا فعلى يا لايار تروح على لايار ال transport لايار او من تتواصل وبعد تنقطع عندك يعني من خلال خليني نقول سوي مكالمة وانقطعت عندك الاتصال وين يا لايار هاي مسؤولة علي هذه الساشين لايار فقلنا من خلال هذه الليارات هنعرف احنا وين الخلل وكل مهم هذا الموضوع لازم تفتهموا ليش سوينا هذا السابريشن لسهولة الفهم ولسهولة التطوير واضح انه ممكن كل لايار ترتبط ويا لايار لخ هي لازم ترتبط يعني من physical الى physical يعني هسا من اريد ارسل خلنشوف سلايد من اريد ارسل بين كومبيوتر اي الى كومبيوتر بي فشيصير انا اجي اكتب ارسل مسج كومبيوتر اي وين بال ابليكيشن اكو انترفيس داخلي هذني داخليات الانترفيس من نقول انترفيس يعني داخليات ضمن الحاسبة الوحدة هاي السغين الليير المون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة